هنشرح الابشن الخاص بالام انستجرام اوبشن المعتبر الممتاز وخصوصا للناس اللي بتشتغل على الخليج وخصوصا فئة الحريم لو قلنا فيسبوك يبقى هنقوله مصر بنسبة 80% عليه الخليج ضعيف جدا ومصر كل الفئات لو قلنا تويتر يبقى رجال الاعمال والشباب اللي هو بعد سن المراحقة اللي هو من سن 30 وطالع لو قلنا انستجرام هنقول الاغلبية فيه اللي هو الشباب في سن المراحقة من سن 13 لحد سن 30 و35 وهكذا سناب شات تقريبا يعني بدأ ياخد وضع قويس دوقتي وبدأ يكون فيه متابعين ولو ان المتابعين اللي فيه اغلبه برضو شباب احنا مفوت هنا هنختار اللي هي العلامة دي بتاعت اللي هي خاصة بالشير هيتطلع لك تويتر و هيتطلع لك جوجل بلص و هتطلع لك انستجرام هنختار انستجرام هيفتح معنا بالشكل ده الاول نتكى على كلمة manager account لازم الاول تضيف الاكاونت بتاعك وهنا بقول له اا اا 총كونت اا 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 هنا بحط الوزر نيم و هنا بحط الباسوورد ما شي انا هيعي هاجيب يوزر نيم الúc ممتاج League او الايميل يعني احطوا اليوزر او الايميل و اقول له اوكي واقول له شو كروم يعني ازهر لي جوه الكروم وانت شغال الاختيار اللي تحت ده اللي هو هيدن كروم يعني يعمل لوجين ااا ويكون الكروم في ال background ما اخفي يعني في خلفية في خلفية الجهاز ما يكونش يبقى ازهر سيفضل انك تزهره عشان تشوف الدينة يشغال ازاي لو فيه خلل فيه مشكلة فيه خطأ في الباسورد فيه خطأ في اشياء في الاميل تكون عارف الخامل tego film بتحديده يعني اقول له نوت نوع يعني ايه هو بقولك لو عاز تحمل تطبيقه كده كده تمام كده ايه الاكونت بتاعنا انضاف ايه نازل اا اا اه يدفع على كده في الكنطرول تمام احنا كده مش محتاجين حاجة من الايه من الصفحة دي خلاص. اقول له. اقفل الصفحة دي. وارجع. يخلي صفحة كرم مفتوحة. متقفلهاش. عشان يفضل انك يكونش لك كله قدام عينة كنت شغال. شايف الدنيا ماشي ازاي. في ناس بتخفيها طبعا. يعني كل واحد هو وراحته يعني. بس انا بقول يعني لما تكون شغالة بيكون افضل. الاوبشن ده يعتبر اوبشن ممتاز. بس هو في مشكلة صغيرة. انك لو معاك اكتر من خمس ستة اكاونتات او عشر اكاونتات. هتضطر تفتح كل اكاونت في تابه لوحده. يعني انا مسلا اا دخلت على السيرش. تمام? اا لو بدأت نعمل فولو وانفولو وكومنتو بتاع فكل واحدة هيكون لي صفحة لوحده. بس ايا كان الاوبشن يعتبر طحفة. اا اللي هو السيرش نتش. تبحث السعودية. مسلا انا اضيف الناس من السعودية. طبعا انا عملت الاكاونت باسم بنت لان طبعا كلنا عارفين يعني يعني ايه يعني ايه اكاونت يعني ايه جيلك طلب صداقة من اكاونت بنت. طيب يا جماعة هو لما انا اشتغلت تعرف اا اول ما المشكلة اولانين اللي حصلت معي ان انا عدلت على ابعاد المتصفح. والمفروض انك ما تعدلش على الابعاد المتصفح. عشان اشتغل معك كويس. يعني مسلا ما تزغرش ولا تقبأ. سيبوا على وضع كده. اا اما لما جيت عدلت فيه في الاول وزغرته. قال لي ان فيه مشكلة ان فيه مشكلة في المتصفح وكده يجب ان تقفله وتفتحه تاني. فقفلته وفتحته تاني زي ما انتم ايه زي ما انتم شفته كده يعني. طيه تمام احنا انا جابت مسلا كلمة السعودية. جاب لك دولة اا دي صفحات في السعودية خمسة تراتة واربعين مليون كلام من دي يعني هكذا يعني. آآ طبعا عادة ضخمة يعني كيبرة جدا. آآ. تمام. هقولله ايه? هقولله save user id only. يعني سيفلي الايدهات بتاعة الناس دي. ما هاجه عدس كتوب وهقولله صفحات. وهقول save كده انا خلاص انا كده جبت النتش اللي انا عايزه طبعا تكتب النتش اللي انت عايزه تخسيس ملابس عقارات سيارات اي شيء موبايل ايفون وهكذا وهقول له ايه وهقفل دي خلاص هنا جيت بوست المرحلة التانية انك عاوز تجيب بقى البوستات من على ال 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 ايديهات دي طيب هنرجع نطلع كده ورع ديس كتوب جيت اعتبر ايديهات دي كلها ايديهات انا اختر مسلا ده ايدي مسلا اليوزر ايدي وقول له جيت بوست تمام اللي هو المفروض اللي هو ده اللي انا دخلت عليه ده دي البوستات بتاعته دي شركة بتاعت عصائر تقريبا هنجرب ده كده مسلا وقول له جيت بوست طبعا انا اعمال بيجيب بلم في البوستات بتاعت الصفحة دي تمام انا اقول له ستوب بان اكيد الصفحة دي فها منشورات كتير جدا يعني فان اشتغل عليهم عدد ضخم يعني في 31000 بوست تمام كده انا طلحت البوستات اللي في الصفحة دي الصفحة اللي انا مستهدفة وقال له سيف وهنزل كده اقول له بوستات عاود نفسي خلشه لك دايما منزم يعني تعمل 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 عند سكتوب بقاو على الجهاز من جوه وتسميه مثلا السعودية وتحط في الشغل السعودة كلو البوستات والصفحات والايدهات بتاعت الناس وهكذا يعني اكتب على كل فايل ده بتاع ايه وده بتاعش انت بتكون عارف لما ترجع له بعد كده ما تعيدش اللي احنا بنعمل ده كله يعني انت ممكن تشتغل كل يوم تاخد مجموعة كل يوم تاخد صفحة كل يوم تاخد مجموعة بستات وهكذا خلاص كده احنا خلاص اخدنا اللي احنا عايزينه من من ده اه اكستراكت اه كومنت اكستراكت كومنت انت عارس تطلع الناس اللي اتفعلت على البوستات دي على سبيل المثال بوست زي ده كده في ناس عملت عليه تعليق هنا في 12000 لايك وفي ناس عملت تعليق عليه برضه كل يات دي ناس عملت تعليق فعلا تعليقات هنا فوق اهي تماما ماشي اه هنفتح هنا ونخط هنا البوست اي دي طبعا البوست اي دي اللي احنا طلعناها اصلا اللي هو ده دي البوستات هعلم عليها كده واقول له كوبي وهاجي هنا هضيفهم هنا وهقول له اه اكستراكت كومنت طلع لي الناس اللي عملت تعليقات على البوستات دي تمام هو كده اعمال بيعملك سكراب للناس وكمان التعليق اللي هو ما حطوه كمان يعني هنا في ميزة انك بيجي لك الشخص وبيجي لك التعليق اللي هو كتب اصلا اه تمام نسيبه الوقت ما يخلص طبعا احنا قلنا الموضوع متوقف على صورة الانترنت عندك دايما في الاستخراج اه سواء كان من الفيس او من تويتر او من استجرام او استخراج ايديهات او بعد تان رسائل كله متعلق بصورة الانترنت عندك وكفاءة الجهاز برضو كل ما كان الجهاز قوي في الامكانيات وكل ما كان صورة الانترنت عندك عالية كل ما كان الشغلة عندك بينجز وسرعة تمام انا هقول له stop طبعا ما هو بيعمل delay يفضل انك تضيف اكتر من الاكاونت دايما في كل شغلك وتشتغل بيهم تعلم هلوه عشان خطر يعمل ايه rotate تبديل بين الاكاونت وبعضه تمام انا هقول له ايه هقول له stop واحفظ دول انا هقول له مثلا اشخاص تعليقات صعدي ونلقي كده تمام خلصنا كده ايه من الجزء الثالث الجزء الثالث الربع اللي هي follow and unfollow follow and unfollow يعني على سبيل المثال انا هضف هنا وقال له ارفع لي الناس دي 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 اشخاص اللي احنا لسا مستخرجينها تمام ايه هقول له follow مثلا هقول له follow تعالي نشوف كده الشغل اللي عمل ازاي ماشي معانا ازاي دخل على الاكاونت او الاكاونت عمل له follow واستنى دريك خمس ثواني واخد اللي وراه هعمل له follow وهكذا وهنا الاستاتس الحالة بتاعتك success انا عملته follow للشخص ده فطبعا هيروح لاشعار هناك ان ان انت عملت له follow فبطبيعة الحال بنسبة بنسبة سبعين في المية حيروط لك الفولو لو الاكاونت باسم بنت وكده تمام فخلي الاكاونت بتاعك باسم بنت حتى في شغل التسويق بتاعك انت يعني معانيش يعني احنا في المنطقة هنا العربية والله يعني هو مش العربية بس يعني ان بنت تبعاتلك رسالة او تقول لك صباح الخير احسن من واحد يقول لك صباح الخير او كده يعني وكل واحد طبعا بيتفرق من شخص للشخص اه بس يعني هو مجال الشغل كده للاسف يعني الناس ما بتتفاعلش اه الا مع الاكاونت لما يكون باسم بنت اه فخلاص احنا طالما الموضوع كده احنا نستطيع الموضوع في التسويق بتاعنا يعني اه طالما كده كده احنا منضبطين برضو مش مشين يعني مش مشين شمال اوي يعني مش هتروح مسلا تحط اكاونت صورة بنت اه مش كويسة ولا انت بتحط صورة بنت محترمة عادي جدا وبتنزل بصتك محترمة جدا بس هو الغرض من الموضوع انك علشان لما تبع تسالة لواحد يعني لو مش تراش ميعمل لكش بلوك او ميعملش روبورت وكزا يعني فتفضل كذبه برضو يفضل موجود معك يدي لك تعليق كويس يعمل لك لايك على البص اللي بتنزله حتى رو مش هشتري او باسمه يعني اسمه بيزبط وجوده فده برضو بيفعل بيخل اكونت بتاعك نشيط شوية وكده بيتجنبك الحاضر تمام هو كده الموضوع اللي على فكرة الوبشن ده اوبشن تحفى انا والله انا اشتعلت عليه فترة وليلة اه كبرت كبرت اكتر من اكونت فيها كنت عندي وصلت لالفين فولو وفي شغل يوم واحد اه الكنترول في ميزة اه لو واستخدمت كل اداة ودي تحقها هتدي لك في المقابل يعني بس احنا مشكلتنا ان الكنترول فيه اوبشنات كتيرة جدا 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 واحنا مشتتين يعني اغلى ما هتلاقي مشتتين واحد مسلا جرب اوبشن اه انستجرام خلاص بيركنه وروح يجرب اوبشن تاني ويركنه وهكذا على العكس احنا ما عندنا ناس في الجروب كل واحد متخص في شيء يعني انا راجل شغال في الداتا انا طبعا لفيت كل اوبشنات الكنترول واحد واحد فيه اللي فهمته وفيه اللي ما عرفش تفهمه اه بس انا لفيته عشان اتعلمه مفيش مشكلة لف كل اوبشن بتاع كنترول واعرف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه عشان تقدر تستغله كل اوبشن ساعة الضرورة بس الافضل انك تتخصص في حاجة واحد انا لما لفيته وتعلمت اتخصصت في موضوع الداتا مايخلي كل تركيزي في الداتا بس دا انا مايمنحش ان ا اعرف استخدم اوبشن تويتر اوبشن جول بلس اوبشن استجرام عشان لازم هحتاجه لازم هحتاجه لازم هحتاجه لازم احتاجه بس انا لو ركزت عن استجرام هكبر اكاونت في شهر ممكن اطلع الاكاونت ده في شهر خمسين الف فولو وستين الف وممكن اوصله مئة الف فولو اكاونت واحد بس وفيه ناس طبعا بتكبر اكاونتات وبيتبعها والأكونتات الخاليجات تنباع بأسعار فلاكية الفرور الحقيقي مش الفرور الوهم اللي الناس بتروح تعمله ده بالأدمي فاست والكامل الفاضي ده ولا اي لازمة والناس اللي بتروح تكبر تكبر صفحات بأكسس توكن وبأكونتات فاك والله هو لا يوم اي لازمة ويا ما نصحت الناس ويا ما حذرت بالموضوزة ده ان الموضوزة اصلا خطرة على الصفحة بتاحتك ومع ذلك مفيش فايدة دخلت في جدال مع كذا حد ولقيت الموضوح هيتطور فطلعت يعني باحترام يعني لان اصلا انت لما بتضيف المشكلة يا جماعة العدد مش في اللامون في ناس يقولك لو صفحة بتاحتك صفر لايك وصفحة بتاحتك مئة الف لايك العميل هشتري من مئة الف وحسيبهم صفر هي منطقيا ممكن بس انت حتستفاد ايه من 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 متابعين من متابعين عندك وهميين ما فيش اي تفاعل ده بالعكس كمان انا لو راجل كل واحد بيحسبها بطريقة انا مسلا لو راجل مسلا دخلت اشتري من صفحة فها مئة الف وفيه بس تنزل مع لوشها لخمس ستة لقات مستحض هشتري منه لان حتى لو انا ما عندش خبرة في موضوع الماركتنج ومش عارف ديناماشي ازاي هقولك طالما الصفحة فها عدد كبير كده وما فيش تفاعل يبقى صفحة مش مزبوطة اه نصابين حاجة زي كده وبذل الناس ما بتتفاعلش معهم او المنتج بتاعهم راضي فزي ما هيكون مزع هيكون عيب وايكون عيب واكبر كمان اه فالعدد مش في اللمون يعني انت يعني مسلا لو معاك صفحة فيها خمس سلاف وبيتفاعل منهم مئة شخص او متين شخص ممتاز ممتاز على عدد الناس الموجودة فيه اه ده فيه كمان حاجة كمان الوصول دلوقتي في الفيسبوك بقى يمثل من خمسة في المية لعشرة في المية من اجمال الصفحة يعني لو صفحة عندك فيها 1000 فيها 2000 فالفيسبوك بيوصل المنشور بتاعك لخمسة في المية أو عشرة في المية يعني مثلا نقدر نقول هيوصلها لحوالي 100 شخص هيوصل المنشور بتاعك لـ 100 شخص الميت شخص هو أنت وصك 100% لأنهم أشخاص مستهدفين أصلا الناس عمائت لك هي اللي عميت لك لايك أو أنت بعثت لها دعوة هي قبلت اللايك أو النشرت بصت في جروبه هي اللي عميت لك لايك فبالتالي البصت بتاعك راح لـ 100 الميت دا ممكن يكون فيهم عميل واحد أما لما تروح مثلا يكون معك صفحة 50 ألف فلو وهمي الفيسبوك ماليش دعوة هو هيوصل البصت بتاعك لـ 5% أو 10% من فلو الوهمي يبا أنت سافدت إيه يبا الناس اللي أنت مجمعها سواء كان بالممول أو من خلال النشر هيأثر عليك برضو نفس الموضوع هنا في الإستجرام بلاش وتويتر بلاش تروح تزود الإستجرام وهمي بلاش تزود تويتر وهمي بلاش تزود متابعين على الفيس أو ناس وهميين خطر 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 عليك وعلى صفحتك فنصحة بلاش اللي عايز يجرب بقى ويجذف براحته أنت زي ما العميل بالنسبة لك زبون أنت برضو زبون للشخص اللي بتتعامل معاه سبا كان بيبعث لك فلو أو بيبعلك خدمة معينة تزبون برضو يعني إلا من رحمة ربي يعني فيه ناس محترمة جدا والله يعني بتوضح حاجات زي كده يعني فيه ناس بتقولك إن الفلو ده وهمي ومش حيفيدك في شيء وفي ناس بتعملك البحر طحين عشان تشتري هو بس ومش مهم عنده أنت تولع بقى يديك اكسس مضروب أنا اشتريت اكسس والله من واحد خدت مني خمسمائة اكسس بعد ساعتين ضربوا كلهم حتى ما غير ما استخدم فيهم اللا مية والمية ضربوا مني بعد ساعتين بالخمسمائة الثانية بالربع مية اللي كانت تسيبهم اشتريتش بيهم بس عاد يعني هتلاقي من هتلاقي ناس تمام معاك وهتلاقي ناس مش تمام تمام ده ايه الاسف طبعا الإطارة بس لازم أوضي حتة زي دي عشان أنا شفت ناس كتير معنا في الجروب شغالة 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 زي كده يعني بتحسك إن الفلو اللي بيبعته لك ده ناس فلا متفاعلين وهيتفعلوا معاك طبعا بعد ما بتخلص الفلو ده انت بتكون شغال بنظام شوية تيجي مثلا وعلى سبيل المسال أنا هاجع على الديسكتوب كده هننزل دي تحت وهعمل فولدر هعمل نيو فولدر تمام حاول مثلا إن الفولدر ده بتاع الأكاونت اللي اسمه سالمة سالمة مثلا حلو هحط هنا الكل الشغل الخاص بسالمة مثلا هحخص الأكاونت ده للسعودية فحط هنا بستات السعودية والصفحات والناس اللي بيطلح تمام وهاجا يعمل فولدر هقول ايه في المنتهي مثلا المنتهي ايه هو المنتهي ده الناس اللي أنا بعت لها فولو الكمية اللي بعت لها فولو أخطها هنا كمية اللي أبعت لها فولو أخطها هنا وافضل أعب أبعت فولو أبعت فولو أبعت فولو وأجي الأسبوع اللي بعدي اعمل انفولو. يعني اجل اسبوع اللي بعدي طبعا انا انا مثلا انا معايا هنا سلمة وياسمين وهدا وعفاف وهي دي وكلام من دي وماشي ماشي بين منظومة اول اسبوع اعمل فولو للناس دي بكزا اكاونت. وكل واحد اه كل اكاونت في فولدر مستقل بالة بالبوسطات بتاعته بالناس التي انا عبعت لها فولو كده. الاسبوع اللي بعدي ادخل اعمل اون فلو تمام اا نفس الصفحة دي كده هرفحهم برضو واروح اعمل كلمة ام فلو طب ليه انا باعمل كده عشان عدد المتابعين عندي يعني انا مسلا ودخلت على البروفيل ده البروفيل طبعا انا ما ما مسحتش ما مسحتش الناس اللي انا عملتلها فلو يعني لان كنت اشغال كده على السريع فما كنتش مهتم طبعا دي بستاط دي زي ما انتوا شايفين الناس متفاعلة عملي قلوب وبتاع وفي اللي اعمل له كومنت وبتاع قلام وكده ده بس انقطر ننشط الاكاونت كبداية بس وبعد كده بقى ابدأ انزل بستاط عدد خالص اا او انزل العروض بتاعته وكده وحاول دايما تحاول في شغلك لما تعمل الاكاونت بكده ما تخليش الاكاونت تجاري بحث تجاري بحث هتبص لقي ناس بتنفر منك حتى لو بتقدم خدمة عشرة على عشرة برضو الناس هتنفر منك خلي دايما ايه بساطك في المعقول نازل بساطة عادية ومع بساطة تجارية بساطة عادية مع بساطة تجاريات دايما تبس لقي ناس بتتفاعل معك تفاعل هي يزود الاكاونت بتاعك في الاكتف بتاعه شوية فبالتالي ما تاخدش حظر بشكل سريع وتشتغل عادي وتبعت فولو كميات كمان كل الاكاونت مكان نشيط كل مكان الاكاونت عنده فيه مصدقية عالية بالنسبة للانستجرام او تويتر او الفيز فيدي لك حد مسموح اكتر خلاص انت بايت راجل صنقها بالنسبة لنا فلا فمش هنتعامل معك ان انت مسلا مصدر شوفها لا اشتغل اا المفروض ان الاكاونت مسلا وليكن يبعت الف فولو في اليوم ممكن تبعت الفين عادي انت خلاص بايت راجل بالنسبة لنا معاك اا معاك رخصة درجة اولى يعني اشتغل براحتك هو نفس النظام كل الاكاونت ما يكون نشيط كل ما بياخد صلي حيات اكتر وبيتقل لنسبة الحزر بتاعه حتى لو تحزر لو رسلت الدعم باي رسالة من الرسالة اللي بتبقى موجودة على الفيسبوك تيت اللي بتبقى موجودة اصدق على النيت اللي هو بتاعة فك الحزر بتتقبل على طول الوتوماتيك لان الاكاونت اصلا نشيط اما لو اكاونت لسه جديد وبتاع واخد بياه حزر ومش حدش هيعبرك ولا حد هيبص وابص لك اس têmственный اصلا هنا الاكاونت بروح في مكان تاني خاص بياخد REPmark وبيتصنف مثلا زي ايه درجة ثالثة يوجد او درجة ربعة. اللي هو ايه في مستنقع المخلفات عندهم يعني اللي هو الدرجات اللي هي متدانية جدا ما حدش اصلا بيبص على رسالة بتاعتي. او عندك الو فين اللي هو الفولو ده اللي هو تتعمل اقلوب يعني ايه تعمل لايقات مثل لايكات على الفيسبوك ترفع أيضا الايدات البوستات وتدخل وتعمل لها لايك على البوستات لايك وان لايك طبعا الناس اللي بتشتغل لايك وان لايك على الايك على الانستجرام بتضيف طبعا اكميات ضخمة هنا وتشتغل بها الناس اللي بتبيع لك خدمة لها تقول لعملك لايك على البوست فلوينج هنا الخاصية دي انا مثلا بحط يوزر معين واقول له هاتلي الناس اللي عنده على سبيل المثال ده الاكونت بتاعي انا اضطر ان ده اكونت اي شخص مش شرط اكونت بتاعي بس ده اجرب عليه يعني لو علمت هنا هخليه جيبلي الفولو اللي عندي والفولو يعني شفته الاصدقاء المشتركين على الفيسب هو نفس القصة هخليه جيبلي الفولو اللي عندي والفولو كمان اللي عندي الاشخاص دي هاتلي الناس اللي انا عمل لها متابعة اما الفولو الفولورز هاتلي الناس اللي هم متابعيني يعني انا هنا هجيبي الناس اللي انا بعتت لها متابعة الاختيار ده وهنا هجيبي الناس اللي هي بعتت لي متابعة او الناس اللي ردت علي بالفولو. طبعا اشتغل لو اخدت بالكم. انا لما جيت اشتغل اعمل سكراب اليوزر. الفولو وقف. الفولو هنا وقف. لان الاتنين مشغلنا على نفس الصفحة بتاعت الكروم. جول كروم. فبالتالي حصل خلل. لازم يده يشتغل يده يشتغل. لان كل واحد فيهم شغاله على حاجة واحدة. اه هنا هنا كده هتطر اخلي الاكاونت دا شغال보다 حاجة واحدة. اقدر اضيف اكاونت تاني وخليها من حاجة تاني يعني ممكن اخلي اكاونت تاني. ارجح هنا ثقي. واقول له اوبين واختر اكاونت تاني من هنا. وقول له كلمة ايه اوبين اكاونت فيفتحوا. في صفحة الوحدة تانية في صفحة جوجل كروم لوحده. كل واحد كون شغال على صفحة ده بقى اللي انا بكلمت فيه في الاول ان مشكلة الانستجرام عشان تعمل اكتر من خمس ست اكاونتات الشاشة عندك هتتفرم هتبصد تلاقي الانستجرام محتل الكمبيوتر لوحده يعني كل صفحة بتفتح كل اكاونت بيفتح بصفحة لوحده مستقلة بنفسه على والكروم ازل فيسبوك طبعا يعني المهم ان ايا كان هو option يعتبر option محترم بصراحة يعتبر افضل option شفتوا لانستجرام موجود لان كل المواقع كل البرامج بتاعت الاستجرام بصراحة ما فيهاش حاجة بالاحترافية دي اي نعم وهينا بس الموضوع متعب شوية بس بصراحة ممتاز يعني انا اعمل فلو دلوقت او وفي اتنين ردوا علي بالفلو يعني لو دخلت تاني كده عن استجرام اتنين ردوا عليك بالفلو طبعا لو شغل على الكمية مسلا وليكن خليك معاك على الكمية 10 اكاونتات وكل يوم بتبعت كل يوم بتبعت 10 اكاونتات كل اكاونت بيبعت 1000 1000 يعني بتبعت 10 تلاف فلو في اليوم 10 اكاونتات يعني بتتكلم في الشهر ب300 الف فلو على 10 اكاونتات 300 الف فلو ساعة ما تقول مثلا يعني ممكن نقول مثلا كل اكاونت من 30 ألف حيضفك حوالي 1000 شخص او 2000 يعني بتتكلم من 30 ل 60 ألف فلو في الشهر في شهر واحد بس على طفل تجمع 60 ألف فلو وطبعا الكمية ممكن يزيد عن كده لان كل يوم فيه ناس تفتح فبيجيله الاستشعار ان مثلا هودا محمد بعتت لك فلو فهيرد عليها بالفلو مش عارفي اسمين كذا بعتت لك فلو وطبعا هيدخل على البروفيل بتاعك لايكات وتعليقات على الصور بس ما تشتغلش على الاكاونت اول ما تعمله كده تجاري لانه على طرح ارفضك الاول المهم عندك على البروفيل ونزل بصات عادية خالص كده شوية ادعية شوية بتاع حاجة برضو تكسب بها برضو صواب وكده ادعية ايات قرآن احاديث بصات عادية خالص الاوبشن ده الفلو والان فلو اعتقد ده هو ده اعتقد الاثنين واحد ده الاوبشن نتكومبيند المنشن ده يعتبر اوبشن ممتاز بصراحة بتيجي باقي تعمل ايه؟ عشان تعمل المنشن لازمة تعمل المنشن للناس اللي عندك طيب انت مسلا ولياكو نحنا قلنا اتفقنا انك هتعمل فولدر هتحط فيه كل حاجة خاصة بالاكاونت البوستات الناس اللي بعتله فلو الناس اللي هي هتتمسح من الان فلو بعد كده الصفحات انت مستدفها هتعمل كمان فولدر هتعمل كمان ملف تيكتز وتبع تحط فيه ايه؟ الفولورز بتوعك الناس اللي هي اصلا قبلت ايه؟ الفولورز بتوعك دول بقى عشان تتواصل معهم بعد كده تبعت لهم رسائل تبعت لهم تملهم منشن وكذا النفس طبعا المعلم احمد ماري ضفرنا اوبشن رسائل في الانستجرام بصراحة حيفرق معنا جدا في الشغل طيب خلينا طبعا فعلات الكممنت الكممنت منشن هنا بعلم على الاكاونت اللي انا اشتغل عليه لازم تعلم على الاكاونت وتعلم عليه صحة بعد ما بعلم على الاكاونت بعمل جيت ماي بوست هتلي البوستات بتاعتي وممكن كمان ارفع بوستات من هنا يعني ممكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام احنا هنا ضفنا الفولو الفولورز بتاعنا اللي احنا طلعناهم على البروفيل وطبعا هنا نقدر نضيف كذا رسالة اللي هي يضيف لك يشتغل تقريبا بشكل عشوائي او يبدل في الديلي بشكل عشوائي علشان يحافظ ان الاكاونت متحضرش السيف منشن تقريبا برضو بيبدل مش بيمشي بالترتيب بياخد كده ايه النسبام ده بيضيف كده زي نظام كود صغير كده علشان يفضل المحتوى متغير طب في حالة لو انت ضفت ايه محتوى واحد او ضفت كذا محتوى يعني فهو المفترض ان هو بيغير فيه وهقول له مثلا استرط كده تمام او زي ما انت شايفين خد ثلاثة كدرم هالة بالغاليين طبعا منشن صحيح لان دول فلو عندي لو مش فلو عندي هيوب المنشن بالاسمر فامش هيظهر لهم او الاختيار ثلاثة ده و ثلاثة ثلاثة منشن و ثلاثة كومنت يعني ايه ثلاثة منشن؟ يعني هياخد ثلاثة اشخاص و يدي لهم التعليق ده لو انت ضفت كذا تعليق يرجع ثاني ياخد ثلاثة اشخاص و يدهم التعليق اللي تحتية ياخد ثلاثة اشخاص و يدهم التعليق رقم ثلاثة لو عملت له كومنت واحد و ثلاثة منشن يعني هياخد ثلاثة اشخاص من هنا و يدهم نفس الكمنت و ثلاثة كمان و يدهم نفس الكمنت و ثلاثة كمان و يدهم نفس الكمنت و بعد كراية غير فالافضل سيبها زي ما هي سيبها زي ما هي محطوطة كده عشان يبدأ يشتغل عليهم طبعا بياخد ديليه حوالي ستين ثانية عشان يحافظ على الاكون انت برضو ما يتحضرش احنا طبعا عن استخدم الخاصية ديت لما نكون شغلين على عملاء مستهدفين يعني او عايزين يجيب تفاعل على البروفيل بتاعنا داخل ثاني اعمل الفريش طبعا نزل بروحولها استشعار ان سلمة مثلا سلمة احمد او سلمة عباس او ايان كان عملت لهم منشن فبطبيعة الحال بيدخلهم بيعملوا على البوست بتاعك و كده لما يكون طبعا بوسته التجاري و كده حيشتغل معك كويس بعد كده بعد الاكونت ما تكبره وتجيب فيه مثلا ثلاثين الف أربعين الف خمسين الف فولو تعالى كده امسح كل الصور اللي انت نزلتها و غير الاكونت بتاعك امسح اول يوم امسح كل البوستات و اصبر يومين ثلاثة كده و ابدأ ايه اه اغير صورة البروفيل تسيب الاسم زي ما هو وبعد اها مثلا بيومين ثلاثة غير اسم البروفيل واحدة اسبوع مثلا او خمس ست ايام وبعد كده اقلب نشاط الاكاونت ده خليه بقية شغال زي ما قلنا تجاري وبساط اضعية وبتاعة عشان الناس ما تلاحس ان الاكاونت ده كان باسم بنته وتغير طبعا الناس يعني كل واحد عنده فلو كتير وبتاعة فمش هيخد مش هيتلفت نظره موضوع ان في حد غير ايه البروفيل بتاعه تبدأ بقى نزل لما تشتغل عليها بعد كده بالعروب بتاعتك تبدأ تتفاعل معك خصوصا لو كان الجمهور مستهدل يعني مسلا انا راجل بتاع ايفون فهخش على صفحات الايفون وهيلم الناس اللي فيه شان لما بعد كده انزل العروض للايفون يبدأ انزل تتفاعل معي نفس الموضوع عقارات هبدأ اخش على صفحات العقارات وكده واضيف منتج تخسيس هدخل على صفحاتك تخسيس على الانستجرام واضيف الناس اللي فيه وهكذا وتفضل الموضوع ماشي كده التغيير المفاجئ مرة واحدة ده ما بيحبوش يعني تيجي في يوم تغير اسم البروفيل تغير الصورة وتمع نمسح البسطات وتنزل بسطات تجارية ده طبعا هخلي الناس كده عندك تخرج من عندك تتعمل لك عنفوله يعني زي احنا ما ضفناهم على مراحل هنمسحهم برضو هنمسح بسطاتنا وهنغير نشاطنا برضو على مراحل عشان محدش يحسبيني طبعا دي اضافة المنشن اللي هي تعتبر اخر اضافة في شرح الانستجرام شرحنا السيرش نتش والجيت بوست والإكستراكت والفولو والفولوينج اللي هو هنا تستبحث عن عن النتش معين هنا تسحب البوستات اللي انت سحبتها من النتش ده هنا تطلع الكومنتات اللي طلحتها من البوستات اللي سحبتها من النتش هنا تعمل فولو للناس اللي احنا استخرجناهم من التعليقات وهنا نعمل لايك على الانستجرام وهنا نبعت نطلع فولو فولو وفولورز بتوع حساب شخص معين دي معرفش بتعمل ليه بصراحة وهنا الليه اللي كومنت منشن وبكلا يكون خلصنا شرح الام انستجرام وللقاء في شرح قادم ان شاء الله مع ادوات الكنترول